اللي هيا شايفينه ده ساروخ عياش متين وخمسين واللي يعتبر من اقوى سواريخ المقام الفلسطينية وبيصل مدى لحوالي متين وخمسين كيلو متر وتسمى آآ عياش متين وخمسين نسبة للمهندس يحيي عياش. المهندس سيحي عياش هو مهندس آآ كهربا وخريج جامعة فلسطينية اسمها جامعة بيرزيت وبالمناسبة الجامعة دي اتأسزت عام الف تسعمية اربعة وعشرين يعني قبل تواجد الكيان السهيوني آآ بفترة آآ جامعة بيرزيت يعني موقع في الوست بانك بالقرب من آآ رمالة. مهندس سيحي عياش اتولد في بلد رفاط بالدفة الغربية وده كان عام الف تسعمية ستة وستين. وآآ كان معروف عنه آآ تفوقه في الدراسة والتزامه آآ الديني. وبعد ما اتخرج من آآ كلية الهندسة انضام ليه كتاب القصام. والمعروف برضو عن آآ مهندس سيحي عياش انه هو آآ يعني بيه عنده شغف كبير في ليه الاراية والاطلاع. وكان بيبحث يعني كان من اهم اولوياته انه هو يحاول آآ يصنع آآ برود من المواد الاولية. وفعلا كان بيروح لمكتب الجامعة يقعد فترات كتيرة يقرأ ازاي يصنع آآ برود من آآ المواد الاولية آآ وبعد عدة تجارب بقدر آآ ينجح انه هو يعمل خلطة من السماد والكبريت الفحم الادوية آآ مع تطوير بعض الدواري الكهربائية قدر انه هو يصنع بعض المتفجرات ويقدر بعد كده يستخدمها في آآ تفخيخ السيارات. وده عمل آآ رعب ليه الكيان السهيوني كانوا بيسموه مهندس آآ الرعب في الفترة دي. وفي شهر رمضان آآ الف تسومية ربعة وتسعين كان في حدث جلل في فلسطين وهو مسبحة الحرم الابراهيمي. الحرم الابراهيمي ده في بيقع في مدينة الخليل بالضفة الغربية. كان في آآ مستوطن صيوني دخل المسجد آآ الابراهيمي وفتح النار على المصليين وقتل تسعة وعشرين وجرح كتير من الناس. آآ بعد الحدثة دي آآ يعني الحدثة دي ثابت اثر كبيرة عند المهندس آآ يحيى عياش. آآ آآ عزم من هو يسقر ليه اهله. وفعلا بعد شهر من الحدثة آآ بدأ ان هو يعمل التفجيرات او التجهيزات اللي اللي كان بيعملها لتصنيع المتفجرات ويفخخ بيها العرابيات. وقدر يعمل اكتر من عملية آآ لسيارات مفتخة. تنفجر آآ عند وجود المستوطنين الصهينة. او المسئولين. آآ ده سبب سعر كبير جدا داخل الكيان الصيوني وخلق آآ خلق ان المهندس يحيى عياش ده بقى مطلوب باي ترجمة. الكيان الصيوني قدر ان هو يغتال مهندس عياش عن طريق ان هو زرع متفجرات جوه التليفون المحمول الخاص به. طبعا يعني ازاي يوصل له التليفون المحمول ده ليها قصة كبيرة وفيها عملية يعني مخابرات وآآ المهم ان هو اسناء مكالمة آآ مع والده بالتحديد آآ اللي بيقدروا ان هم يتعرفوا على صوته واول ما يتعرف على صوته المتفجرات اللي موجودة جوه المحمول او الموبايل آآ تبدأ تفاقت تنفجر ونحتسب وشهيد آآ مات آآ يوم آآ جمعة عام الف تسعمية آآ ستة وتسعين وآآ مات وهو عنده يعني تسعة وعشرين سنة عمل عمليات كتيرة جدا آآ الفترة اللي هو عاشها حيث نوع عايش الف سنة مش تسعة وعشرين سنة. ومن المقالات المشهورة عن آآ مهندس سيحي عايش ان هو كان دايما بيقول انه هم ممكن يقلعوا الجنسة دي من آآ فلسطين لكن انا هزرع آآ يعني فيما معناه مني هزرع ما لا يستطعون آآ اقتلاعه من الشعب. وفعلا هو ادر انه آآ يزرع العلم اللي هو ادر يوصله في الصناعة التفجير او المتفجرات لي آآ مهندسين كتير وكان ابرزه من مهندس موحي الدين الشريف اللي هنوضح آآ او هنتكلم عنه في حلقة منفصلة بازن الله. آآ مهندس سيحي عايش آآ يعني كان مسابب رعب الوزار اللي اللي كان السيوني آآ لدرجة ان الرئيس الوزاراء السيوني في الوقت ده آآ اصحاق ربيع ربيع. آآ يعني كان حطت حطت او يعني اهم اولوية ليه ان هو يقدر يقبط عليه. او يعتقله او يصفيه. آآ مهندس سيحي عايش اتعمل عنه آآ مسابب السلوية اتعمله آآ فيلم باسمه براون ان هو يعني سنه صغير ستشهد او نحتسبه من الشهداء آآ وهو سنه صغير تسعة وعشرين سنة لكن الام دي واللي زرعه في آآ آآ الشخصية الفلسطينية كانت كتير وآآ محبوب جدا والناس يعني في الفلسطين متذكرار لغاية اليومنا هذا. آآ اتمنى يكون فيديو مفيد وي تحرية تي عمي نصر